بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد الباشا ان شاء الله هنبدأ مع بعض final revision لمادة ict مادة ict هي مادة سهلة ان شاء الله نرجحها مع بعض في ال live ده ولو احتاجنا ان شاء الله ان احنا نعمل live تاني نكمل في ملزمة final revision ان شاء الله هنعمل ده باذن الله اه طبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان مادة ict هي مادة اه فيها two access يعني ايه اكسس اللي هو زي unit يعني خلاص مهم جدا ان انتو تعرفوا المقدمة دي عشان تفهموا الموضوع من اول واهلا بيكو يا شباب اهلا يا حمزة واهلا يا سلمة اهلا بالشباب اهلا يا اياد بنوارد اهلا يا احمد يا حازم ويروقية وعبد الرحمن والشباب اهلا وسهلا بيكو اهلا يا ادم وشريف بنوارين هنبدأ بس مراجعة النهاردة مهمة جدا اتمنى الناس تركز وكله يكون مركز معايا في الشرح اللي احنا ان شاء الله هنعمل طبعا مادة ict هي مادة مهمة وان شاء الله يعني في ال live ده نحاول ان احنا نبسطها مع بعض وتكون ان شاء الله اه سهلة جدا وتكون مباشرة لكم في انتظار بس ان زمائلكم يدخلوا وان شاء الله هنبدأ على طول في البس ده زي ما قلت مادة ict هي مادة فيها ال access الاول احنا امتحنا عليه وشوفنا الامتحان بيجي ازاي الامتحان بيجي بسيط جدا وبارة عن choose وبارة عن true or false وانواع مختلفة من الاسئلة وده هنتدرب عليه ان شاء الله الجزء التاني جزء سهل وانا كنت نزلت الشرح بتاع الفيديوز كلها على اليوتيوب هتلاوى اصلا في على اليوتيوب انا منزل شرح الاخسيس التاني كله مع الاخسيس الاول يعني في نفس البلاي لست بتاعة الاكسيس الاول اه تحتها على طول هتلاقي الاكسيس التاني ماشي فا يعني انا اتمنى انتو تشوفوا الفيديوهات اللي هي بتاعت الأكسس الثاني قبل ما ندخل في الشرح بتاعنا أريد أن أوريكم كده بس مش نافع أن أوريكم يعني أنت لو دخلتم على القناة نفسها هتلاقوا شرح الأكسس الأول والتاني ممكن رحطوكم ده في أول تعليق أو في صندوق الوصف في الديسكريبشن طيب خليني الأول أرجع معاكو مراجعة سريعة كده على أكسس تو هو يا ميستر أكسس تو بيكلم عن إيه عشان الناس اللي هي مذاكرتش أصلا أكسس تو خالص أكسس تو كان في مجموعة دروس خلاص أولي تمن دروس أول درس كان بيكلم عن الإنترنت دي مقدمة كده عن الأكسس الثاني كان الإنترنت كان بيكلمني في الدرس ده عن الإنترنت وأن كلمة الإنترنت أو الورد ويد ويب دي عبارة عن جلوبال نيتورك عبارة عن شبكة بتربط الكمبيوترات اللي في العالم كلها مع بعض أنا لو عاوز أوصل الكمبيوتر بتاعي ده مع حد تاني مثلا في بلد تانية بدخل على الإنترنت وبنتبادل المعلومات مع بعض والإنترنت ده effective tool يعني أداة مهمة جدا علشان نعمل search for information وكلمة الinformation دي أو search for information عندنا في منهج الاي سي تي هي حاجة مهمة جدا إنك تتعلم إزاي تعمل تعلم إزاي تعمل search for information إزاي تعمل search دي المعلومات وهنتعلم ده وحي ماشين كده قال لي بالك إن أنا الوقتي براجع بسرعة كده على الدروس بفكرك بيها وإنت مفروض تدخل على القناة وتشوف الدروس دي وأنا هسيب لك لينك الدروس كلها بتاة المنهج في أول تعليق بعد ما خلص اللايب ده أو في صندوق الوصف فالإنترنت شيء مهم والإنترنت ده we had to access إحنا بنستخدمه علشان ندخل على all kinds of information بنستخدمه علشان ندخل على جميع أنواع المعلومات إن كان مثلا بتدور على صور إن كان بتدور على موضوع إنت بتعمله الكلام ده كله إنت بتستخدم الإنترنت علشان تدخل أو تجيب إيه معلومات ماشي أنا كل ده لسه ما دخلتش في منزمة الـ revision أنا بس بقول لك إيه الحاجات المهمة في المنهج في الجزء الثاني في المنهج بعد كده عارفني يعني إيه search engine اللي هو محرك البحث search engine ده زي ما أنت مثلا بتخش تدور في جوجل مثلا على لعبة معينة أو بتدور في جوجل على كتاب معين ماشي فده اسمه search engine ده محرك البحث ومن أشهرهم هو جوجل طبعا جوجل ده من أشهر محركات البحث فجوجل is the most popular search engine used في عندنا search books اللي هو المربع اللي أنت بتكتب فيه أصلا البحث أنت بتعمل سرش عن حاجة فبتكتب الكلام ده ده كان listen 1 listen 1 سهل جدا عن الإنترنت listen 2 كان بيتكلم عن risks associated with internet المخاطر اللي بتحصل الإنسان في الإنترنت وبرجع أفكر للمرة الألف أن أنا هحط فيه صندوق الوصف شرح الدروس دي ماشي؟ يعني أنا حاليا الدروس دي تشرحت وموجودة على القناة ماشي؟ فأنت محتاج أنك تدخل تشوف شرح الدروس دي كلها طيب online communication يعني التواصل عن طريق الإيه الـ online يعني زي ما احنا بنتواصل مع بعض الوقت خلاص والإنترنت ده عالم كبير فيه أشياء مضرة وفيه أشياء مفيد إن إحنا نستفيد منها من الحاجات الضرة في الإنترنت خلاص من الحاجات الضرة في الإنترنت هي الـ unsafe websites ممكن مثلا تدخل على website تلاقي مثلا فيه معلومات غلط أو فيه أشياء مثلا غلط فأنت ده ساعتها من سميء unsafe website المواقع اللي هي غير آمنة من برضو الأشياء اللي فيه الإنترنت هي sharing information and data إن أنت تشارك المعلومات بتاعتك لازم لما أنت تشارك المعلومات بتاعتك بيقول لي don't share your personal data online without consulting your teacher من غير ما تسأل teacher بتاعك أو من غير ما تسأل مثلا وليه الأمر بتاعك لازم أنت قبل ما تحط معلوماتك على الإنترنت لازم أن أنت تسأل هل أنا مفروض أحط المعلومات دي ولا طب إيه المعلومات دي يا مستر أو إيه الحاجات المهمة دي اسمها personal data الكلمة دي هتكرر كتير وإحنا بنحل كلمة personal data هي المعلومات الشخصية المعلومات الإيه الشخصية زي إيه المعلومات الشخصية تعرفوا تكتبوا لي في الشات الوقت زي إيه ال personal data يعني إيه المعلومات الشخصية بتاعتك إيه الحاجات اللي ما ينفعش أي حد يعرفها عنك زي مثلا إيه زي ال name مثلا full name your name اللي هو full name مثلا الإسم الكامل تعرفوا تكتبوا لي تاني إيه إيه المعلومات الشخصية اللي هي بتعتبالها حاجة شخصية بتاعتك أنت مش أي حد إنه هو يعرفها إيه رأيكم تكتبوا لي الكلام ده زي bravo زي حد كتب الباسورد الباسورد ده حاجة شخصية لك أنت مش أي حد يشوفها ماشي ال address العنوان بتاعك بتاع بيتكو مش أي حد يعرف عنوان بيتكو اللي هو ال address يعني الإيميل الإيميل ممكن نقوله للناس بس ما نقولهش الباسورد زي إيه تاني مثلا زي مثلا ال birth دي العنوان الإيه عنوان الصور على فكرة ال personal data في حد كتب صوري الصور بتاعتك دي حاجة personal مش أي حد يشوف صورك فاهم أنا قصد إيه طيب حلوة قوي يبقى أنا عندي حاجة اسمها إيه حاجة اسمها personal data ال personal data مش أي حد مسموح له إنه هو يتطلع على ال data إيه ال data بتاعتك ماشي طيب فجايب لي هنا ال personal data بيقول لي إن personal data زي address زي date of birth زي school name زي اسم المدرسة بتاعتك أو المدرسة اللي أنت فيها مش أي حد يتطلع على ال إيه البيانات دي ماشي طيب ال spam messages بقى أنت مثلا قاعد على الإنترنت فبتشوف الإيميل بتاعك أو بتشوف الإيه أو بتشوف مثلا الفيسبوك بتاعك خلاص الفيسبوك بتاعك ده في رسائل ممكن تجيلك سبام يعني إيه سبام اللي سبام ده اللي هي رسائل مضرة يعني زي رسائل الإعلانات والحاجات اللي هي إيه ادخل حمل لعبة ببلاش ادخل حمل مش عارف إيه برنامج بيعمل مش عارف صور إيه كل دي حاجة تسمحها سبام خلاص spam messages وده بيبقى included أو include بيحتوي على unwanted بيحتوي على أشياء غير مرغوب فيها أنت لما يجيلك رسالة سبام لازم أن أنت تهملها أنا عوز الناس تركز معي لأن أنا بدأت أشرح في أشياء مهمة جدا ماشي أنت لما يجيلك رسالة سبام لازم أن أنت تتجنبها تبعد عنها بمعنى أصح ماشي يبقى these include unwanted messages في برضو من الملفات أو الأشياء اللي على الإنترنت هي فكرة downloading file أنك أنت تحمل أشياء تحمل ملفات أنت لما بتحمل ملف وده سؤال هيجيلنا في شوية كده هيجيلنا في الأسئلة أنت تقدر تفتح الملف offline يعني offline أن أنت مش محتاج أن أنت تفضل تشوف الملف ده online أنت بتحمله خلاص وتشوفه براحتك في أي وقت أنت عاوس تشوف الملف ده زي مثلا أنا بعدت لك ملزمة PDF فأنت بتحمل الملزمة دي تفضل عندك على الجهاز تفضل عندك على الكمبيوتر أنت مش محتاج كل مرة تقوم شايف الحاجة دي على الإنترنت ده كان درس وكان درس سهل جدا الدرس الثالث كان بيكلم عن أدوات التكنولوجيا الثالث ويكلمني عن الأشياء المفيدة للتكنولوجيا كوميونيكيشن تولز والأشياء النجاتي طبعا من الحاجات المفيدة في الإي سي تولز أن أنك ينفع تتواصل مع أصدقائك أن تتعرف أشياء من على الإنترنت والنجاتي بتاعته النجاتي بتاعته أنك ممكن تتصدع مثلا يجي لك هدك من كتر ما أنت بتستخدم الإنترنت بشكل كتير أو بتستخدم الكمبيوتر بشكل كتير زي الصداع اللي بيجي لنا لما احنا نقعد على الكمبيوتر كتير ده غلط جدا مش حاجة مفيدة أن انت تقعد على الإنترنت كده بالشكل كده كان بيتكلم عن how to search in إنترنت خلي بقى أن أنا بدي ملخص سريع جدا عن المنهج وهسيب لكم لينك how to search on إنترنت إزاي أن انت تبحث عن أو على الإنترنت بيقول انك انت تدور على الإنترنت لازم أن انت تعمل تشتغل على براوزر براوزر ده اللي هو إيه براوزر البراوزر ده زي مثلا مثلا يعني زي الجوجل كروم مثلا أنت بتخش تكتب البيانات بتاعتك أو بتكتب الحاجة اللي انت بتدور في على الفيديو لأن في بعض المواقع غير آمنة في هنا سؤال بيجي أو من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان دايما إنك إزاي تعمل سرش بيقول لي بيقول وين يو سرش أو وين سرش رايت لون سنتنس يعني أنت مثلا بتدور على شيء معين تركز معين سيبك من التعليقات الوقت أنت بتدور على شيء معين بتدور مثلا على أكل للقطة بتاعتك ماشي بتدور على أكل مناسب للقطة بتاعتك ما تروحش تكتب في السرش كات ما هيطلع لك بيت ألف نتيجة عن الكات تكتب مثلا كات فود أو نوع الكات بتاعتك مثلا نوع ما عرفش الأنواع بس سيام مثلا تكتب اسم الحاجة دي وتكتب النوع الفود بتاعتك فبتدور على تكتب long sentence ما تكتب جملة واحدة أو كلمة واحدة تكتب جملة جملة طويل في lesson 5 كان بيكلم على برضو ال reliable source وده هيجي لنا كتير أسئلة عليه إيه ال reliable source ده أنت بتعمل مثلا بحث معين بتعمل سرش معين ومحتاج أن أنت تجيب مصادر أو تجيب معلومات عن الإيه الشيء ده فأنت بتدور في المواقع وبتدور في المصادر اللي هي فيها معلومات عن الأشياء دي ركز معي في مصادر موصوقة ومصادر حقيقية ومصادر ينفع تعتمد عليها وفيه sources ما ينفعش تعتمد عليها يعني أنت مثلا دخلت بتدور على مثلا الإيه المعلومات عن الكرة الأرضية بتخش على موقع مثلا زي موقع ناسا بتخش على موقع مثلا علمي معين بتخش على حاجة علمية إنها مش بتخش على أي كده منتدى ولا أي موقع وتدور على أي معلومات وواحد كاتب مثلا على الفيسبوك كلمتين تقوم واخد المعلومات دي مش أي مصدر تقدر تعتمد عليه فركز في الحتة دي جدا الحتة مهمة جدا يقول لي Unreliable Internet sources الأشياء اللي هي مش معتمدة إن أنت تعتمد عليهم زي إيه مثلا زي social media applications أنا لو بعمل search في المدرسة بعمل بحث في المدرسة ما بروحش أجيب معلوماتي من الفيسبوك بجيب معلوماتي من مواقع علمية and the website will provide the information you are looking for example you may find a page for group on social networking sites that contain information on topic your search كل ده Unreliable Internet source ده مش مضمون أو ده مش موثوق أي وأشياء غير موثوقة طب إيه اللي موثوق طبعا برضو من الأشياء الغير موثوقة هي blogs والopen source ويكليس اللي هي الأشياء العامة يعني في كده صفحات أي حد بيروح إنه هو ياخد منها معلومات طيب إنما إيه اللي بقى المصادر الموثوقة الكتب مثلا الأشياء اللي هي ويبسايت بينتهي ب.com أو بينتهي ب.gov أو edu أو org على فكرة gov و edu و org دي حاجات رسمية يعني لما تلاقي موقع مثلا www.dot كذا eqb اللي هو موقع المعرفة المصري بينتهي مثلا هتلاقيه بينتهي ب.audio أو ينتهي ب.org إنه هو دي مواقع مواقع موثوقة إنك تاخد منها المعلومات فلو جيت سألتك في الامتحان هو l-eqb اللي هو l-egyptian knowledge bank هل ده حاجة reliable طبعا reliable جدا ده مواقع موثوقة جدا إنك حاجة اسمها cyber pulling إيه cyber pulling ودي أهم حتة في الدرس cyber pulling اللي هي التنمر التنمر بكل أشكال وشيء فظيع وشيء سيء جدا يعني إيه أصلا إنك إنت مثلا في شخص معين والشخص ده عنده مشكلة إن إنت تتريع على المشكلة دي أو إن إنت تستغل المشكلة ده pulling وده من الأشياء الممنوعة والأشياء الضرة جدا فلازم تعرف كلمة pulling يعني كلمة pulling يعني تنمر فهم وده شيء مش كويس خلاص فأنا هسألك أو هيجي في المتحان يسألك على البulling ده عشان إن أنت تتجنب إن حد يستغلك ما ينفعش إن أنت تدي معلوماتك على الإنترنت خلاص لأي حد الوقت أنت صورك الشخصية مثلا هل ينفع إن أنا أحط صور الشخصية لأي حد كده أو أي حد يطلب مني صور طبعا ده غلط ليه لأنه ممكن يعمل pulling علي إن هو يستغلني ماشي يبقى بيقول لي إن online identity fifth اللي هو السارق الإيه ال identity اللي هي الهوية يعني إيه يعني إن أنت تروح مثلا تلاقي واحد عمل صفحة الصفحة دي أكنها أنت وبيكلم الناس أكنها أنت وبيعمل جرائم ويقول إن هو أنت ده ليه لأنه عرف يحصل على معلوماتك وعرف إيه وعرف إن هو يستغل لها وده طبعا حاجة سيئة جدا وإنت مفروض خلاص إن إنت ما تديش معلوماتك لأي حد فجيب لي هنا أن في شخص يسرق الهوية بتاعتك يعني هو ممكن يسرق معلوماتك أو معلومات حد من أصدقائك طبعا ده ده حاجة مشكلة فأهم فأنت مفروض طبعا لو قريت الكلام ده وأنا كنت في الشرح شرحت الكلام ده بالتفصيل إنك تعمل كريتينج سترونج باسورد ده بقى إن إنت إزاي تعمل سترونج باسورد إنك تعمل باسورد قوي إنت مثلا إسمك رامي ما تروحش تسمي الباسورد لازم يكون فيه 8 حروف فاهم وبالتالي فيه معلومات كتير لازم إنك تاخد بالك منها وإنت بتعمل الباسورد وده كله هنتدرب عليه ونحل عليه آخر حاجة طبعا ده بيكلمني عن مجموعة من ال 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 اللي نفع نستخدم مثلا ال برنامج بنعرض بيه الملفات وكده فيه مثلا البرنامج اللي أنا بعمل عليه الملازم وبكتب عليه الملازم مكتب طيب تعالوا نبدأ مع بعض بيه الملزمة الفاينل ريفيجن ملزمة الفاينل ريفيجن هي ملزمة مهمة جدا وأنا طبعا هسيبها لكم في أول تعليق أو في صندوق الوصف تحت تحت الفيديو وبتمنى إن أنتو يعني تعملوا لايك لللايف علشان ما يبوص مننا أو إن هو يفصل لأن أحيانا اللايف يفصل بسبب إن في الناس أو ما بتعملش لايك على اللايف ستريم وده بيأثر طيب بيقول لي الفاينل ريفيجن الفاينل ريفيجن دي أنا هسيبها لكم في أول تعليق أو في صندوق الوصف أول ما خلص اللايف هتلاقي في الفاينل ريفيجن أسئلة مهمة جدا وهعرف كل وقت على الأسئلة دي وإنت لو حلتها إن شاء الله هتقفل بإذن الله يجي لك منها أو مش شرط إن يجي لك السؤال بالضبط بالضبط ممكن يجي شبهه أو بنفس الفكرة وهكذا هي في النهاية هدفها إنها تعلمك وتدربك على الأسئلة دي أو تدرب على شكل الأسئلة دي أثناء ما أنت بتشرح أو أثناء ما أنت بتذكر ماشي طيب الملزمة دي ملزمة مهمة وأول نوعية من أنواع الأسئلة عندنا هي أسئلة complete the following أو ساعات بيجي complete using the following words in bracket بيجي لك السؤال يقول لك كمل باستخدام الجمل اللي موجودة في الأقواص ويجيب لك مجموعة من الكلمات ومجموعة الكلمات دي طالب منك أن أنت تبتدي تختار الكلمة المناسبة وتبتدي تحل ماشي وبالتالي الوقت أنا عاوز الناس تركز معي أنا هبتدي أن أنا أعرض السؤال ونفكر في السؤال مع بعض واللي أنت مش عارفه أنا هحله معاك بس عاوز الناس تكون شطرة وتكون مركزة وتكتب معايا one كذا two كذا خلاص يلا بينا نبدأ كده نحن نحل مع بعض واحدة واحدة أول أول سؤال معنا النهاردة هو سؤال complete using given words كمل باستخدام الكلمات دي جايب لي إيه بقى جايب لي براكتس إيميل جايب سكرين زوم سوفتوير طبعا في أسئلة من أكسس ون وأسئلة من أكسس تو مش كل الأسئلة من الأكسس الأول في أسئلة من الأكسس ده وفي أسئلة من الأكسس ده ماشي يعني من أكسس ون وأكسس ايه وأكسس تو ماشي بقى بس أن الصوت يكون عندكم لأن أنا مش عارف الصوت بدأ يقطع ولا الصوت واضح معلش إيه جايز يكون فيه ضغط في اللايف أنا مكنتش بصراحة مجهز نفسي إن العدد ده كله يحضر فجايز يكون فيه بعض التقطيع في اللايف فأتمنى أن أن تركزوا معايا وإن شاء الله ما يقطعش ولا يفصل أفكركم بس أن ياريت اللي ما عملش لايك على الفيديو يعمل لأن هو ده اللي بيخلي اللايف يقطع كده طيب فقلت أن أول سؤال بيكلمني عن أن إيميل كايب لي إيميل وجايب سكرين زوم سوفتوير وجايب آي فيتيج اللي هو آي فيتيج دوت اللي هو اللي عن توقعك يعني كالكولياتور وزوم سوري كالكولياتور وسي بيو خليني أشرح كلمة سي بيو دي وخليني برضو فكركم أن أنا لما بكون في فاينال ريفيجن أنا مش بشرح السؤال وخلاص يعني بشرح السؤال بالتفصيل شوي فلو سمحتو يعني لو أنت عارف الإجابة خلاص حاول أن أنت يعني تطول بالك معي وإن شاء الله هتستفيد وتفهم حاجات كتير جدا السي بيو أنا قلت أن أنا هشرح الحتة دي السي بيو ده عبارة عن سنترال بروسيسينج يونت يعني إيه سنترال بروسيسينج يونت اللي هو اللي هو الوحدة الأساسية في الكمبيوتر في معالجة البيانات يعني إيه في معالجة البيانات أي كمبيوتر في الدنيا لازم يكون فيه سي بيو أي كمبيوتر في الدنيا لازم يكون فيه سي بيو السي بيو ده عبارة عن إيه عبارة عن أن هو بيعالج البيانات أنا الوقت بكتب على الكيبورد فأنا بديله رموز هو بياخد الرموز دي ويترجمها بشكل معين ويعرضها لي على الشاشة طيب سؤال بقى ليكو وانتو هتجاوبوني يعتبر السي بيو ده سوفت وير ولا هارد وير أنا بقى هسألكو أول سؤالة هو السي بيو ده يعتبر سوفت وير ولا هارد وير ولو مش عارف يعنيه سوفت وير ويعنيه هارد وير سوفت وير يعني برنامج وهارد وير يعني جهاز من ضمن أجهزة الكمبيوتر أو من ضمن مكونات الكمبيوتر لازم تعرف ان السي بيو خلاص زي ما انتو كتبين كده في التعليقات انه هو يعتبر هارد وير لا ده هارد وير تصدق بقى انه هو مش سوفت وير ده يعتبر هارد وير السي بيو يعتبر هارد وير خلاص يبقى ايه انت ركز في الحتة دي ال cpu اللي هو ده هيجيلك في الامتحان على فكرة ده مهم جدا يقولك هو cpu ده software ولا hardware يعني ايه software وهاردوير software زي برنامج برنامج الورد برنامج الرسم برنامج اي برنامج ده يسمه software انما hardware هو عبارة عن ايه عبارة عن شيء يعني keyboard ده hardware الماوس يعتبر hardware hardware الكمبيوتر كله على مده هاردوير انما البرامج اللي جوه البرنامج اللي جوه ده software فاول السؤال بيقول لي ايه help بتساعد people with visual impairment يعني اللي عندهم مشكلة في النظر توريد here هنستخدم screen zoom software ليه بقى screen zoom software انت بتستخدم هنا الحاجة اللي بتزوم اللي بتعمل زوم فلس ليه لان انت لان انت مش شايف كويس الشاشة فبتعمل زوم على الايه على الشاشة علشان تعرف ان انت تشوف الايه البيانات كويس وممكن لو احنا مثلا ركزنا هنفهم حكة كتير جدا على فكرة يبقى هنا هنكتب screen zoom software type number two كيف تستخدم الكثير من الوقت بإستخدام التكنولوجي؟ قوة إيه؟ قوة إيه؟ فتيج، فتيج هي اللي هي اللي هي اللي عين، اللي عين تبوز يعني مين communication؟ بيعني الاتصالات and exchanging message among work members which is؟ ده يعتبر إيه؟ ده يعتبر؟ بيقول هنا means of communication طريقة من طرق التواصل and exchanging messages among work which is إيه؟ طبعاً هنا ده رقم 3، إنت اللي هتختار إيه الوسيلة اللي بنستخدمها علشان خلاص؟ نتواصل مع بعض ونبعث رسائل الإيميل صح أو لا؟ صح يا ميرا؟ ده كده الإيه ده؟ الإيميل طيب بس كالين بس كالين ماشين دي كانت جهاز جهاز بيستخدم للحسابات للكالكوليتور يعني بس كالين ماشين is the first version of calculator وإنت لو ركزت أصلاً إن شاء الله هتلاقي الأسئلة كلها من الأسئلة من حلها دي controls data and the way it's proceed بينظم الإيه؟ بينظم الداتا ويرتبها وكده ده اسمه CPU يبقى أنا عندي مجموعة من الأسئلة مهم جداً إن أنا أرجع أشوف الأسئلة دي تاني وأتفرج على الفيديو ده تاني خلاص؟ ولو ما كملناش النهاردة لو ما خلصناش الملزمة هندخل في إن شاء الله بكرا نكمل برضو تعالوا ناخد سؤال تاني السؤال التاني هو برضو طبعاً أنا هتطلقوا أسئلة من اللي تشوز ده كتيرة في الملزمة وكلها أسئلة مهمة كلها أسئلة مهمة تعالوا ناخد طريقة أو أسئلة تاني أول سؤال عندنا بيقول لي إيه؟ جايب لي هو طبعاً مجموعة من الكلمات screen screen يعني الشاشة شاشة الكمبيوتر مثلاً medical hearing aids يعني السماعات اللي هي بتساعد الناس الضعاف السمع إن هم ما يسمعوا mentioning the owner of information يعني إن أنا أقول لصاحب المعلومات بس كالين ماشين تاني هي بتيجي تاني هي بس كالين دي كانت الكمبيوتر كده قديم قوي بيستغرم في الحسابات حاجة قديمة كده تستغرم في الحسابات quotation marks quotation marks دي بنستخدمها يعني بتتحط كده لما كون بدور على كلمة بكتب مثلاً كات و بحط حواليها quotation marks كده يعني فوق كلمة كات كده بحط كده quotation marks كده عشان ال search يبقى أحسن عشان لما انت يا فارس تعمل search ماشي يا فرح أيماً ده بيخليكي تعملي search بشكل أفضل يعني انت مثلاً بتعملي search على بطيخة فانت عشان تكتبي بطيخة بشكل أفضل والبحث يطلع شكله أحسن ويطلع النتيجة أسرع تعملي quotation marks كده هننجلها لما نيجي نشرح زي ايه display information تيكست photos videos يلا نمبر وان هتكون ايه جاوبوني يلا نمبر وان هتبقى ايه اللي بيعرض الشاشة يا رغد او ايه اللي بيوريني الحاجات على الشاشة انا جاوبتها اصلاً الشاشة ال screen انا اصلاً ماخدتش فادي انا بجوابها ايه اللي بيعرض الحاجات ده لسمو screen زي ما انت شايفني الوقت على شاشة شاشة الموبايل الكمبيوتر كده نمبر 2 is one of the most important things to consider when sharing information من الحاجات المهمة جداً انك تعملها لما تكون بتشارك معلومات لما تكون بتشارك معلومات لازم ان انت لما تكون بتشارك معلومات لازم ان انت تستأذن الشخص صاحب المعلومات دي فنمبر 2 هتكون ايه؟ نمبر 2 هتكون mentioning the owner خلاص هنجاوب هنا هنختار اللي هي دي mentioning خلاص mentioning the owner of information طيب نمبر 3 على فكرة هي مادة IST على فكرة مادة سهلة جداً هي كلها اصلاً معلومات عامة يعني انت اوعى تفتكر ان هي مادة صعبة دي مادة جميلة جداً وانت لو حلت الملزمة دي ان شاء الله هتجيب درجات كويسة جداً خلاص؟ هي كلها معلومات كلها information يعني حاجات معلومات عامة helps people with disabilities who suffer from hearing problems حاجة بتساعد الناس اللي عندها مشاكل في السمع يا طرى الحاجة دي ايه؟ ايه اللي بيساعد الناس اللي عندها مشكلة في السمع؟ هنا هو بينا قوي اللي هي medical hearing aids medical hearing aids اللي هي اللي بتساعد الاشخاص على السمع يبقى هنا هنكتب medical hearing aids to get specific search results زي اللي كنت لسه بقول لك اهو انت بتعمل search عن بطيخة فبتعمل ايه بقى في البطيخة بتحط ايه بقى على كلمة بطيخة you can أو you have to add a to the sentence quotation marks احنا بنحط quotation marks خلاص؟ علشان ايه؟ علشان نعمل السرش بشكل افضل هتلاقي على كيبورد على فكرة quotation marks دي بتبقى مثلا هنا كده ايه؟ cat كده مثلا وبتعمل كده ايه؟ علامة عاملة كده اكيد شفتها قبل كده دي بتطلع على فكرة السرش يا احمد بشكل افضل يعني زائرة of mechanical revolution was characterized by الحقبة دي كان احفظها كده كان فيه مرحلة ايه؟ يعني مرحلة او حقبة يعني خلاص يا ملك الحقبة دي او الفترة دي من الزمن خلاص كان فيه فترة كده اسمها mechanical revolution من حوالي مثلا 70-80 سنة كده ظهر فيها الجهاز اللي اسمه باسكالين الباسكالين ده احنا قلنا هو جهاز بيستخدم يا جنة علشان ايه؟ بيستخدم علشان ان هو يحسب بعض الحسابات زي الكالكوليتور بالظبط خلاص زي الايه؟ زي الكالكوليتور ايه بالظبط ده اسمه باسكالين وكان الباسكالين ده خليك فاكيرها دايما ان هي ايه؟ ان هي كالكوليتور عشان هيجي لنا سؤال الوقتي يقول لي هوا الباسكالين دي كانت نوع من انواع ايه؟ نوع من انواع الكمبيوتور او الكالكوليتور الناس فهمة ومعايا ومركزين ولا الناس ايه؟ نكمل ولا نعمل ايه؟ ناخد اسئلة تانية ولا؟ ها ناخد سؤال تاني ونكمل والناس مركزها معايا؟ ولا ايه الاخبار؟ ايه؟ اهلا يا غنم نوارا ها ناخد اسئلة تاني ممتاز الناس ايه؟ بتقول ايه؟ ان احنا نكمل ماشي وناخد اسئلة تانية كويس ما فيش مشكلة نكمل ان شاء الله ناخد اسئلة مفيدة وعلى فكرة لو ركزت ان شاء الله هتقفلوا وهكونوا شطرين جدا طيب ناخد سؤال تاني السؤال التالت ماشي السؤال التالت هنحاول ان انا اعرضه لكم بشكل افضل سواني طيب ناخد اسئلة تاني السؤال ديجيتال بلوج اللي هي ايه ديجيتال بلوج اللي هي موقع بيكون ايه؟ عليه معلومات وعليه بيانات وافكار وحد كاتب ايه يعني ايه كلام او عن مواضيع operating system ده معناها الحاجة اللي بيتشغل الاجهزة يعني مثلا انت عندك كمبيوتر الكمبيوتر ده خلاص الكمبيوتر ده يا يوسف بيعمل ايه؟ بيشتغل عن طريق برنامج البرنامج ده اسم ايه اسمه اسمه operating system ماشي؟ زي الويندوز مثلا انت عارف الويندوز ده عبارة عن ايه الويندوز؟ عبارة عن برنامج تشغيل انت لما بتدوس على زرار الكمبيوتر بيفتح البرنامج اللي بيفتح الكمبيوتر ده اسمه software ونوعه اسمه operating system screen zoom software microphone تعالنا نشوف ايه الاختياره خلاص opinion that express its owner هي عبارة عن رأي بيعبر عن شخص الشخص اللي بيكتب ده بيعبر عن رأيه published on internet call day انتو اللي هجاوبوني number one يا ترى number one اجابته ايه؟ ها يا ترى number one اجابته هتكون ايه؟ ايه انهي اختيار في دول هو اللي صح؟ طبعا الناس ياريت تشترك تعمل subscribe ليه القناة الوقتي علشان لو مثلا ال live فصل ولا حاجة يجيلك اشعار تاني ان احنا لسه موجودين وبنحل ها يبقى نعمل subscribe ضروري ها يا حالة اول اجابة ايه؟ الحاجة اللي بتعبر عن express its owner بتعبر عن صاحبها وبublish the internet حاجة بتعبر عن صاحبها وبتكون موجودة على الانترنت يعني واحد كتب رأيه واحد مثلا بيعمل بحث عن حاجة هو بيحبها دي اسمها digital blog برافو زي ما انتو كاتبين كده digital ايه؟ digital blogs ال digital blogs دي هي الايه؟ الاراء دي اسمها digital blog طيب number two يبقى هنا اول واحدة هنكتب ايه؟ digital e blog طيب your name اسمك address date of birth are considered ايه؟ اسمك والعنوان بتاعكو والحاجات دي نختار مين؟ يا ترى ايه اللي اختيار الصحة؟ انتو اللي هتجاوبوني برده number two لما تكتب اكتب مثلا قبل ما تكتب الاجابة اكتب مثلا رقم الاجابة يعني مثلا one digital blog two اكتب مثلا two هتبقى ايه؟ برافو two هتبقى personal data صح كده هتبقى personal ايه؟ personal data هي المعلومات ايه؟ المعلومات الشخصية خلاص المعلومات الشخصية دي اللي هي personal data طيب السؤال التالت لو انت عندك الشاشة مش واضحة قوي هتلاقي في الجزء اللي هنا ده كده او في الجزء اللي هنا تلت نقط والتلت نقط دولت دوس عليهم هتلاقي ان الجودة عندك 144 يعني هتلاقي عندك جودة قليلة القواليتي يعني علي القواليتي هتلاقي للصورة واضحة جيتاً معك number 3 is a tool that help people with visual ده احنا حلنا قبل كده impairment to read digital books ايه؟ اللي كان بيساعد الناس اللي عندها مشاكل في النظر انها تقرأ ال digital books ان تقرأ الكتب انهي اختيار من دول صح هال personal data digital blocks operating system screen zoom software ولا microphone اللي بيساعد ان تكبر الشاشة اكتب الرقم واكتب الاجابة يعني اكتب مسلا سريء كذا ماشي دعنا نشوف الاجابة screen zoom software برافو يروفايدا وفرح انتو فعلا كده يا لبنة screen zoom software screen zoom software حمزة وميار ده الايه اللي بيستخدم طيب number 4 يلا بسرعة enable to enter يلا ركز معي بقى enable to enter sound to computer حاجة باستخدمها علشان ادخل sound في الكمبيوتر زي ما انا باتكلم الوقتي انا باقوم متكلم في ايه؟ عشان الصوت بتاعي يوصل لكم هيا يا شباب number 4 هتكون يكتب لي 4 ويكتب لي الإجابة خلاص ها مايكروفون صح كده بنستخدم ايه؟ مايكروفون زي ما انتو الاختيارات طبعا بنختار من الاختيارات الموجودة يلينا بنختار من او بنختار يليناد من الاختيارات الموجودة عندنا يا ذكرى في الايه الامتحان وعلى فكرة ان شاء الله يجيلكوا اسئلة زي دي كده is considered necessary to allow ده number 5 any computer device to work حاجة بتستخدم عشان تخلي اي جهاز يشتغل يا ترى ايه الحاجة اللي بتخلي اي جهاز يشتغل ها طبعا هنا operating system number 5 دي operating a operating system لان operating system ده اللي بيستخدم علشان يشغل اي كمبيوتر زي ما احنا قلنا قبل كده ان ده اسمه operating a operating system ماشي يا شباب طيب ناخد آآ نعمل آآ سؤال تاني ما عاوز الناس تركز معايا احنا دخلنا كده في الجد خلاص بقى ايه؟ الشاطرين بس هما اللي معايا الوقتي ونركز هيا معتز ركز معتز وادهم يلا بنا نحل جايب لي اختيارات word gps operating system hearing aids kids search يعني سرش خاص بالاطفال restart device انك تعمل restart الكمبيوتر انك تعيد تشغيل الكمبيوتر tourist depend on ايه؟ السائح بيعتمد على ايه؟ to determine the location بيعتمد على ايه يا شباب؟ طبعا بيعتمد على الايه number one هيكون ايه؟ انت اللي هتجاوبني يلا بسرعة بقى انا عاوز الناس تجاوب معايا بسرعة number one tourist السائح بيعتمد على ايه؟ number one gps طيب صح كده يا اروة ال ايه ال gps ممتازين يا شباب طيب number two ال gps ده ايه؟ اللي هو global positioning system الناك انت تحدد المواقع ده اسمه ايه؟ ده جهاز او برنامج اسمه gps number two is necessary to operate any computer بيستخدم عشان يشغل ايه كمبيوتر احنا قلنا ان فيه ايه كمبيوتر هيشتغل هيشتغل بجهاز تشغيل او بسيستم تشغيل البرنامج اللي بيشغل الكمبيوتر اسمه operating system اللي هو ال windows اكيد سمعت كلمة windows دي قبل كده ده ال operating system ده اللي بيشغل ال ايه؟ اللي بيشغل الكمبيوتر يبقى ت operate any computer عشان شغل ايه كمبيوتر انت محتاج operating ايه؟ انت محتاج operating system number three using a engine is one of the way for kids to search on internet احنا عشان نخلي الاطفال تبتدي ان هي تبحث بشكل امن على الانترنت احنا بنستخدم محرك بحث خاص بالاطفال اسمه ايه؟ اسمه kids search ال kids search ده عبارة عن ايه؟ البرنامج المخصص ان هو الاطفال تبحث عليه you can write your cv or your research using a program انت هتكتب بحث معين الميستر في المدرسة طلب منك انك تعمل search على الكمبيوتر وتعمل بحث عن البينجوين مثلا عن البطريق فبتستخدم برنامج ايه؟ عشان تكتب الكلام ده number 3 هيكون ايه؟ هيكون word صح؟ انا بستخدم word program برنامج الورد علشان ابحث عن او سوري عشان اكتب البحث بتاعي او اكتب السرش بتاعي خلاص شباب number 5 help people who suffer from hearing problem ايه اللي بيستغل اللي بيساعد الاشخاص اللي عندهم مشاكل في السمع طبعا هنا hearing aids اللي هي الادوات اللي بتتحط فيه ال اوزن عشان تكبر الايه؟ عشان تكبر الصوت in case you couldn't open any application انت عندك كمبيوتر ومش عارف تفتح الابليكيشن او مش عارف تشتغل على الكمبيوتر بتعمل ايه؟ بتعمل restart صحي كده restart your device طيب ممتازين يا شباب الله ينور عليكم وبجد يعني ممتازين جدا هديكوا هديكوا exercise تاني خلاص وتبتدوا انتو تفكروا معايا فيه الاكسرسايز ده وبعد ما تقروا وتفكروا فيه انا ههله معاكو واللي مشتركش لسه في القناة او ما عملش subscribe يعمل الوقتي علشان لو لقدر الله الفصل او حاجة نعرف ان احنا يجيلكوا اشعار تاني بي ال life اتجابين احنا دعنا اوضح لكم الكلمات المهمة او الحاجات المهمة في الوصف السؤال ده. هو جايب لي مجموعة اسئلة. والاسئلة دي جايب لي ايه? اول واحدة common graph. common graph ده او قبل ما اقول لكم الاسئلة. سوالي بس اتأكد ان live شغال. طيب شغال تمام. هو جايب لي هنا ايه? جايب لي كلمة data collection. وكلمة data collection يعني تجميع البيانات. data source يعني مصدر ال data. qualitative. ال bar graph ده اللي هو Zuk café او او جراف بتعبر فيه عن البيانات بتاعتك زي الرسمة اللي جات لنا في الايه? في الامتحام بتاع المهارات الادائية. اللي هو كان ايه? بيقى فيه جراف عامل كده. انتوا اكيد خدتوا في المας. ماشي? يعني يبقى جراف كده عامل زي ده. والPaper يعني ورقة وExcel ده برنامج بتاع الأرقام وكده برنامج مهتم بيه الأرقام والحسابات وحاجات كده طيب بيقول لي هنا ايه اول سؤال بيقول لي The most common graph خلاص ده المost common graph طبعا هو بس سواني بس شان ايه اللايف معلق عندي اول بس مايتزبط هنبدأ على طول تمام كده بس انا مستني دقيقة بالزبط الانترنت عندي يشتغل كويس تمام كده الانترنت تشغل ان شاء الله كويس الصوت بس كده يا شباب الصوت كده مسموع انا بس كان ايه كان الانت مهنج ان شاء الله كده ايه الانترنت يشتغل ماشي عشان كده بقول لكم ان انتو لازم تكونوا مشتركين في القناة علشان وعملين لايك ليه اللايف علشان لو مش عاملين كده غالبا اللايك بيفصل او بيحصل له مشكلة جامدة طيب مش الانت وحش هو في شكل الانت وحش لما بيكون مثلا حاضر الفين واحد على اللايف وقالف بس اللا عاملين لايك فاهم فده بيقطع بيعمل مشكلة طيب المهم اول سؤال بيقول لي most common graph من اشهر الجرافات او من اشهر طرق انك تعمل graph او تعمل data بتاعتك ده اسمه ايه ده اسمه الbar graph اسمه ايه اسمه bar graph الbar graph ده هو عبار عن نوع من انواع ال data او نوع من انواع انك انت تدخل الايه تدخل ال data في البيانات يعني فاهم شكله بيكون ايه شكله بيكون bar كده لو الفيديو عندك مهنج او لو لو اللايف عندك مهنج اقفل الفيديو وفتحه تاني هتلاقيه اشتغل كويس جدا ماشي طيب from books and references من مصادر الكتب والمراجع طبعا ممكن نختار ايه from data source من مصادر الايه من مصادر ال data يعني انت لما تيجي مسلا عاوز تعمل بحس خلاص عاوز تعمل search بتروح تعمل الايه السرش ده وبتستخدم بتعم بتجمع البيانات بتجمع ال data بتجمعها منين من البوكس من الايه من الكتب ومن الايه ومن الرفرنس من المراجع you can draw graph on paper انت تقدر ترسم graph على ال paper وتعالا ايه نجاوب paper دي يعني نكتبه هنا paper مؤقتا ونشوف السؤال اللي بعده one of the most important application using graph اه ده حلو قوي السؤال ده من اشهر البرامج اللي بتستخدم عشان تعمل graph يعني ايه تعمل graph افاهمك انا يعني ايه تعمل graph انك انت ممكن data collection في السؤال التاني وممكن data source عادي خلاص بس السؤال number five هو اللي هيكد لنا you must ensure that information is correct اه يبقى data collection اخر واحدة دي data collection يعني ايه data collection تجميع البيانات الخمسة دي تجميع البيانات انت بتجمع data خلاص والdata دي والdata دي انت لازم تتأكد من صحتها وتأكد من صحة المعلومات خلاص قبل ما تنشر يبقى ايه ده اسمه data ايه data collection طيب one of the most people using graph ده excel برنامج الexcel هو من اشهر البرامج اللي بتستخدم علشان تعمل ايه علشان تعمل اه ال graph ماشي شباب السؤال ده مهم وانا اللايف ده هسيبه لكم تسجل خلاص ان انت تقدر ان انت ايه تقدر ان تستخدم الفيديو ده تشوفه تاني لما تحب في اي وقت تعالوا ناخد سؤال تاني الاسئلة دي اسئلة مهمة جدا وانا لان هي مهمة انا بحلها معاكو حقيقي في ناس اصلا مذاكرتش الاي سي تي خالص وفاكرين ان هي مادة صعبة جدا والحمد الله هي مادة سهلة بس عاوزين نحل فاللي مسلا يعني مش مركز ياريت يركز لان الاسئلة دي مهمة جدا يلا بينا ندخل السؤال تاني السؤال التاني بيقول لك ايه جايب لي هنا كلمة ساتيلايت ساتيلايت اللي هو الأمر الصناعي ماشي وي جايب لي جلوبل بوزيشنينج سيستم ودرون وجلوبل او جراون دي بنتريتينج رادار بيقول لي هنا ايه one of the tools used by archaeologists to find the period object underground حاجة بتستخدم دي او علماء القصر بيستخدموها عشان يكشفوا عن الحاجات الموجودة تحت الارض ده اسم جراون دي بنتريتينج رادار وكنا خدناه في الاكسس الاولاني اسم جراون دي بنتريتينج ايه رادار the picture obtained by archaeologists some of which may be from and other from ايه الارchaeologists او اللي ملوحبطه القصار او اللي بحسين في الارض وكده بيستخدمو حاجتين عشان يجمعو الصور بتاعتو الساتيلايت اللي هو الامر الصناعي والدرونس اللي يبطير دي عشان يجيب ايه الصور بتاعتو ماشي you can receive او you receive a message from a friend informing you that he has lost his way شخص بيقولك انا توهد ماشي ده اخر سؤال هنحله خلاص so you try to find him using ايه it is called gps انت بتستخدم له حاجة اسمها global positioning system ال global positioning system ده هو جهاز التحديد او ان انت تحدد مكان صاحبك ده بحاجة اسمها global positioning system او ال gps a device measure the magnetic fields او بيحسب المagnetic field and is used to detect minerals in the ground ده device بيستخدم عشان اه ال ال بيحدد او a device measure the magnetic field and is used to detect minerals in ground برضو على فكرة ده ممكن نستخدم له ايه ممكن نستخدم له ممكن نستخدم ال ground بنتريتنجرادار برضو صح يعني ممكن نستخدم الرقم 4 ده طيب احنا عندنا اسئلة كتير بس علشان تكون الناس مبسوطة لو حبين نعمل live بكرة تاني الساعة 4 ونكمل في حل اكتبولي ان انتو حبين نعمل بكرة الساعة 4 لو انت موافق ان احنا نعمل بكرة live الساعة 4 نكمل في حل اكتب number 4 ماشي يا جانا رامي ركز يا جانا لو مش موافق ان احنا نعمل live تاني وخلاص كده اكتب number مثلا 3 خلاص يبقى لو انت حابب نعمل live تاني بكرة الساعة 4 اكتب لي number 4 ونكمل اسئلة لو انتو مستفيدين لو انتو مش مستفيدين خالص اكتبوا number 3 وعادي جدا على فكرة انا متقبل كل القراء يعني ماشي في ناس كتير كدبه سري وناس كدبه 4 خلاص احنا ان شاء الله بكرة نعمل live الساعة 4 ان شاء الله للناس اللي هي حابة نكمل حل في ict علشان نراجع مع بعض وان شاء الله يكون بكرة live مهم جدا اتمنى انتكونوا استفدتوا النهاردة حاجة هسيب لكم ملزمة الريفيجن دي في صندوق الوصف وفي اول تعليق ياريت الناس تكون مبسوطة واتمنى انتوا يعني تكونوا مبسوطين معايا وان شاء الله نكون دايما مع بعض اكتبوا لي بقى في التعليقات كده او في بما ان خلصنا خلاص امدردش زي كل live بنعمله وعلى فكرة بكرة بالليل برضو ان شاء الله يعني ايه في ناس بتقول الصورة واخشة في ناس بتقول ما استفدناش انا بحاول والله على قد ما اقدر ان انا اساعد يعني فعلى قد ما اقدر ان شاء الله يا حل准 هبقى اكتب لكم ان شاء الله الموعيد يعني غالبا بكرة ان شاء الله الساعة 4 لللي حاو Prince ان هو يحضر وان شاء الله تكونوا مستفدين انا بحبوك جدا والله ودي مادة يعني مهمة وحاولت ان انا على قد ما قدر ساعدكم فيها وان شاء الله تكونوا مستفدين انا كمان بحبك جدا وان شاء الله تكونوا اشتر ناس في الدنيا بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد البشر باي باي